عن موقف العلماء وطلبة العلم من هذه التيارات واجبتهم من لم ينفعه قليل الحكم ضره كثيرها يعني ما ذكرناه واضح جلي الذي يعني أعتب عليه بعض طلبة العلم أنهم يقرؤون لهؤلاء قبل أن يقرؤوا لعلمائهم الربانيين الثقات فبسبب جهلهم يؤتون وينبهرون بما يجدونه من أقوال هؤلاء أو بعضهم ولديهم قلم سيال فيتأثرون بهم وربما ينفخون فيهم الغرور والدعاء العلم والاستقلال في الرأي فيؤت الشباب من هذه الناحية من طلبة العلم فلذلك أدعو أيضا إلى تزكية النفوس أدعو إلى التربي على يد علماء ربانيين وإدراك أن العلم لا يطلب لذاته وإنما لأجل العمل به كما قدمت في المقدمة وانظروا إلى هؤلاء العقلانيين إلى أين وصلوا بعضهم وصل إلى الإلحاد والعياذ بالله أو على الأقل أصبح مع الملحدين في خندق واحد أو أصبح بعد التدرج فيما يطالب به إلى الإنسلاخ من كثير من أحكام الإسلام أو إلى رد بعض الأمور القطعية وكانوا في بداية أمرهم يدعون الانتصار لأقوال بعض أمتنا السابقين كالجابر وأبي عبيدة والربيع أو الدفاع عن مسند الربيع وأدى بهم الأمر إلى إنكار السنة مطلقا أو إنكار دلالة الخبر الواحد على الأحكام مطلقا وأخذوا يقدمون عقولهم كما أشار أخونا عمر إلى تفريغ النصوص من محتواها ووصل بهم الأمر إلى التفسير الباطني الذي أنكره العلماء على أهله منذ قرون منذ أهرة فتنة الباطنية التي لا تعتمد على دليل من اللغة أو من القواعد الأصولية وإنما هي أوهام وإنما هو تفسير للقرآن بغير ما أنزل من اللسان العربي المبين فالأمر خطير ثم إن المنهج الذي نسير عليه والحمد لله هو الذي مكن للدين في هذه الأرض وهي غاية ما تطمح إليه الأمة فوفقها الله تعالى للتمكين وحكمت بهذا الشرع وهذا التمكين هو الذي أسس لها حضارة وكان لها صول وجولة على مستوى العالم حتى فيما تعلق بأمور الدنيا فهؤلاء العقلانيون سعون إلى ماذا إن كانوا يفعلون هذا الأمر لنصرة الدين ويرغبون في انتشال هذه الأمة مما هي فيه لن يفعلوا ولن يصلوا بل يزيدونها ضعفا ويحققون بذلك غرض أعداء الإسلام من ترك التربية الروحية وترك الافتزام بالأخلاق ومن التقوّل على الله بغير علم ومن مخالفة الدليل قطيحة من القرآن السنة ومن القدح في العلماء والمراجع ومن انتشار الفوضى والتقوّل على الله بغير علم ومن تحبيب الدنيا إلى الناس والاشتغال بالقشور دون اللب وهؤلاء ظهروا منذ ما يقرب من قرن أو قرنين وما صنعوا شيئا وإنما انتهى بهم الأمر إلى العلمانية كما في بعض الدول والعلمانية طبّقت وفشلت وبدأ أرباب هذا المسلك يعودون إلى صوابهم على الأقل بعضهم ويقولون بأن العلمانية طبّقت ولم تنجح في البلاد العربية الإسلامية بل لم تنجح في مكان نشأتها في أوروبا وظهرت الأزمة المالية والأزمة الروحية والأزمة الاقتصادية وأزمات سياسية يكفي أن هذه العلمانية تسببت في حربين عالميتين أزهقت فيهم أكثر من خمسين مليون نفس والحرب العالمية تأتي الآن والحضارة الغربية تأنّوا بسبب الإغراق في المادية فماذا يريد هؤلاء من تقليد هؤلاء الغرب واتباع الصهيونية العالمية كما ذكر سارتر عن اليهود بأنهم متهمون بثلاثة أشياء وقال هي صحيحة بأنهم عباد للذهب وبأنهم يسعون لتعرية الجسم البشري وبأنهم يسعون إلى الدشر العقلانية التي تضاد الدين وقال هذه كلها صحيحة وبرر لذلك فهم عباد الذهب لأنهم قلة ويريدون السيطرة على المال في العالم حتى يتحكموا في العالم ليتقووا بذلك لأن المال له دور كثير أو كبير ويسعون لتعرية الأجساد لأجل أن اليهود معيبون في جمالهم فيريدون أن يثبتوا أن البشر متساوون في ذلك ونحن نقول بأنهم يريدون التعرية الجسم البشري لنشر الفتنة والفساد حتى لا يكون للناس صلة بكمالات الأمور وبالدين وعلل نشر الفكر العقلاني لأجل مضادة الدين ويقول وطالما كان اليهود كذلك حتى في عهد الأنبياء فكانوا يتبعون عقولهم أي أهواءهم ويردون على الأنبياء ويقتلونهم من باب الغرور والدعاء معرفة المصلحة وعاقبهم الله تعالى بما عاقبهم به فمن حسد أنفسهم كما قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أو أنهم يعني نصارى متصهينون وهم أفسد النصرانية واليهودية والآن يريدون إفساد الإسلام بمثل هذه الأفكار فينبغي أن ننتبه لذلك وأن نثوب إلى رشدنا وأن نعتصم بكتاب ربنا وسوء نبي صلى الله عليه وسلم وأن نرجع إلى العلماء الربانيين وأن نتسلح بالعلم وأن نعتز بإيماننا ومنهجنا وأن نرد على هؤلاء وأن ننبه الناس من غفلتهم حتى لا يتأثروا بأمثال هؤلاء الحمق أو الجهل هداهم الله وهدنا إياهم جميعا